لا يكاد يمر أسبوع على هذا الشارع إلا واستمع إلى هذه الأصوات والنداءات صرخات أمهات لم يشاهدن أبناءهن منذ ما يقارب العامين عامان من النضال السلمي بكافة الوسائل والأدوات لمئات الأمهات المكلومات أحرقن ستائرهن وعباءاتهن وجدائل شعرهن ولكن كل ذلك لم ينعش الضمير المغيب سكوت وصمت رهيب يحيط بالمكان ويحيل أصوات الأمهات إلى مجرد أنات مهموسة لا يسمعها السجانون ولا تصل للعالم الخارجي إلا عبر حناجرهن نشاط أسبوعي لا يعرف الكلل لرابطة أمهات المختطفين النافذة الوحيدة للضوء في البلاد المخنوقة بأدوات الانقلاب التي تستمر في ارتكاب الجرائم ضد المختطفين والتي تصل لحد التصفية ليست المرة الأولى التي تكشف فيها رابطة الأمهات عن الفضائع التي ترتكب في حق المختطفين والمخفيين قسرا وفي التفاصيل قالت الأمهات في البيان الأخير إن سبعين مختطفا في سجون الميليشيا تعرضوا للقتل جراء التعذيب الوحشي ووضعهم كدروع بشرية فيما طالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير أبنائهن والتحقيق في واقع ما يتعرضون له ميليشيا الحوثي في جديد انتهاكاتها ضد الصحفيين نقلت الصحفي يوسف عجلان برفقة 15 مختطفا آخرين إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاه لحظات هي لصعب تلك التي تمر بها أمهات المختطفين واختبار أخلاقي آخر لمنظمات خيبت آمال هذه الأمهات ومعها ملايين اليمنيين اشتركوا في القناة